موسيقى السلام بناتج اسفر تكونوا مزيانين واموركم بخير و الى خير و هذا الفيديو يلقاكم بأحوال جيدة هذا الفيديو الذي أطلبه مني جيمة وهو روتين شعري فإذا كنتم اهتمين بهذا الموضوع لا تنساوش تكملوا الفيديو الاخر و اضغطوا على الجرس لكي اي حاجة اضطيتها توصلكم اول حاجة قدرت لكي نحافظ على الون شعري شريت الحنة لاش واحدة الماركة المعروفة هالسانبوخ صوناتو غير لا تعتمش على الأشياء الكيموية نهائياً المواد اللي كتتركز عليها كلها طبيعية و خصوصاً هاد الحنة عامرة بالأعشاب و عامرة بالأشياء اللي كتفيد الشعر و او مامتون كتسبغ و كتعتكم واحد اللون شعر ماشي من المرة الأولى اكيد مع المداومة انا دابا درتها دفوة كنت درتها قبل بسة شهر و دابا هاد الاسبوع درتها فشعري غتشوفوا مغايبنش لكم واحد اللون في الكاميرا انا درت دارك براون كين هي فيها أربعة الألوان ماغون كين البرون كين الاسود كين اه كين واحد اللون اللي ميل على المحمر اللي ميل على الحمرار فأنا اختارت دارك براون حيث ما كيعجبنيش داك الكهل كحل 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 بسة و ما كيعجبنيش شهوبية ما كدرش معايا لك شعري اختار دارك براون انا بالنسبة لي هاداك المربع اللي غادي نخلي لكم هنا في الفيديو كفاني المرة الأولى فش كان شعري قصر اه درت منه غير ربع و المرة الثانية اذا بفش طوال شعري درت منص ديالها يلا باش كفين يا شعري اذا كان انتي شعري طويل ارا غتكفيك واحدة اذا كان شعري قصر مني ستستعملها على 4 مرات و اذا كان شعري طوال شعري ستستعملها فقط مرتين الطريقة للحنة سهلة جدا جدا كتاخذوا الحنة كتدوبوها 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 كتبقى وتحركوا حتى كتدوب و كتخلطوها مع شعركم بإمكانكم تزيدوا عليها زيوت إذا كنتم باغعين It's up to you و إذا ما كنتم باغعين فكتافي و غير بالحنة لأنها متشبعة بالأعشاب و إذا ما أدفعتكم شره ما غادش تضركم وهناك واحدة المزعجة فيها هي تجعلوا واحدة قليلة لأحد الحنة في الحنة لا تتمشيش على مدى واحد الشهر ستبقى و تشمو شعركم و كتبقى على الأعشاب لم تكن كبرا في هذا المشكل مثل الهير مست كينين السيروم و كينين و الكثير من الحنة لا تريده من الحنة لا تريد شيء لا تريد مشكلة فهي المو غير هل تخلطو ماذا تعرفون الزيوت مهمة للشعر انا في الأول ما كنت مهتمة بهذا الشيء الزيوت الطبيعية وخاصني بقا ندير زيت جوجة المرات في السيما نعم وانتهلا في شعري المدة اللي انا كان اعتاني به كنلاحظ ان رأى كينه واحد نتيجة ملحوظة سواء اخذتي زيت من عند شي تاجرة في الانستغرام سواء اخذتي زيت من عند شي مجازان ديال الزيوت سواء اخذتي الزيوت بوحدك مثلا زيت الخروع مع فيتامين ا مع ذلك المكونات اللي كيكونوا مفيدين للشعر دوموا عليهم واحد جوجة المرات في الأسبوع ستلاحظوا الفرق زوين وزف منسبة لي انا مرة كندير زيت ارقان ومرة كندير خلاطة ديال الزيوت أخذتي كند CSU هذا ما هي كدية خلطة فيها قشور دا Cut قطوع ا thieves كندير المخيط عملي كانوا يعملون الشعرين ولا يحملونه ضروري ضروري البنات تعتني بشعار تلكم خصوصا الأطراف ديال الشعر باش ما تطرهوش انكم تقطعوهم كل شوية حيث كان شي ناس متيعجبون مش تقطع ديال الشعر كان فضل ان الشعر يكون صحي وقصير ولا يكون طويل ومتقصف متضرر مافيش واحد الفوليوم مافيش واحد الحيوية ولا معان ماتيعجبنيش على طويل اللي في هاد المشاكل موسيقى موسيقى ثالث حاجة استعملت اللي هي شامبوان ديالتالة كنت اخضرت عليه في الفيديو اللي فات اللي ما شافش باي دوي الفيديو يمشي شوف ريفيو ديالي على شامبوان ما غرأتكم ابتاء غزومي سيك هاد شامبوان رائع وخطير وشي حاجة جبارة بالنسبة للكتافة وبطول ديالشعر انا شعرين من ذاك النوع اللي كي طويل بشوية بشوية ولكنني بديت كنت استعمل هذه الشامبوان من شهري تبارك الله من شاء الله ولا كي طوال ولا في واحدة حيوية وفي واحدة لمعان ولا عندي البيبي هير هو متكون من البصلة والثومة وفيه جريحة البصلة والثومة ريحته تحمق غزالة بزاف انا كنت اخذ شامبوان كونديشنر و سيروم هاد الباكيجي مع بعدياته دابرا نساليت جوج ديالي الباكس ويالله كومانضيت على الباكس التالت شفت بللي كي الناس اللي قالوا جوج دياللي باكس كفاهم العام كامل انا كندووش بثاف اوكي عجبنين كتر شامبوان ويالله ويالله كرنجي شوي ويالله شامبوان كنت اريدك بزاف ما هي ذلك الشيئ بسي شيك ذلك الشيء ديالي وطلبت دابا الباكس التالت ونتبه للي واحدة شامبوان باكي لدي ويالله بسروم تهوى ساليلي محن قريب اللي غنقول لكم على هاد اللقام هي البينات خطيرة بزاف وهي شوية غالية في حال تقريباً ديبخي ديبخي غاستاسو لغام الغالي ستقولوني واشكي دهن واشكي زيت واشكي بصراحة انا معديش فكرة لانا بالنسبة لي انا فروت راسي دوني وبالنسبة لي انا كندوش تقريباً نهاريه نهار الله الى ما كندوش يومياً فما غديش نقول لكم واشكي زيت وما كيزيتش ما بالنسبة لي انا الاهم والمهم انه يعطيني كتافة ونعومة معومة البنات ما تنسوش انه كيرطب الشعر خصوصاً الكنديشنر ديال واحدة الشامبوان ماشي دهك نوع ديال الشامبوات اللي كتغسلوا بهم كتحسوا بحال شعركم ولا حرامش بحال جيكس عرفتم لا هذا الشامبوان انتو ما كتغسلوا بيه والزغبة ديالكم كتابت للتحت وبالنسبة للسيروم جد مهم تاخده حيث هو لكي يحفز الفروة ديال الراس على انها تخلي الشعر ينمو بطريقة صحية فضروري يتاخدوه والحاجر الرابع لبنات ما عرفتوش ندخلها لكم في روتين ولا لا لي هو هذا الماسك ديال 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 شعر كيف ماشتوه اخر فيديو كنتصورتو لكم كان من المشتريات ديالي من ديال شعر حيث اشيالله هذه الثالث مرة استعملتوه لكن بريد نعطيكم غير رأي ديالي بالخف هي ان هذا الماسك شي حاجة خطير كيف ارطب لكم الشعر و بشي باتر و انتم معارفين شية باتر و شنو ما ادية لها على الشعر كيرطب لكم الشعر و كيعالج شعر المتقصف و المتضرر خصوصا من الاطراف انا كنت استعملوه مالي غاسين حتى الاطراف ديال الشعر تقدرون انتم استعملوه غير من الاطراف ديال الشعر كيف ما اقول لكم ولكن هاد الماسك وها اعر بزاف الثالث مرة كنت استعملوه و اخا انا ما اقول شرائيه من المره الولى والثاني والثالت احتى كنت سأخذي حاجة ما هذا عجبني بزاف حيث يرطب لكم الشعر بحالة ديرين ديمالوخ و كيعاجلكم الشعر إلا كنت تقصف و المتضرر إلا كنتوك تعانيوا من هاد المشكلة اخو دوح اما بالنسبة الاطراف ديال الشعري فكنت استعملوه و هاد سيروم ديال كيراستاس غني على التعريف اصلا هاد لاغام مختصة بالشعر مضطرر كنت جربتها من قبل و عجبتني بزاف حتى هي كتعالج فاشكان شعري درتليه ساحب اللون كنت خديتها هي و شامبون و قيمالوخ و كان لاحظت واحد الفرق زوين بزاف شعري ممقاش كتعافتوني كتتسحب اللون كتسمعو دك الشعر كترتق بحالة كيتهرس بالنسبة لطريقة الاستعمال من مورا ما كان نشف شعري هو شوية فاسب كنحطه غير الى الاطراف ديال الشعر و من بعد كان نشف شعري لو بغيت نشفه سينان كنخلي غب حلاكك متى يزيد لشعر بليست شيئا لعكس هو هو كيعالج فاشكان ثامنه مقلنا عقلا مع رقم عارف ان كالرصاص تبقى واحد الاجمال لغالية و اخيرا و ليس اخيرا و نقولكم حدي بخودة اللون كنت استعمال لتخزمة حانها اشغال نقول لكم عليه هذا حال مدرا من السبري وبالتحقق قبل من السشوار بشعركم لا يتدرروا من الحرارة يلا خذيتهم لا أستطيع أن اقول لكم شيئا موجودة لا يحسن بني كثيرا فهذا الناس يشكرونه و لا نحن يحسن بكثيرا من التحقق الذين يفعلون هذه النوع من السبري التي تصر على المدرا من السشوار اخذت هذا قلت أن سنجربه بما ان الناس الكثير من يشكرونه لا أعجب ان اقول لكم اذا كنتم مزوين او مزوين اذا كنتم مكتبوا لي افتح عليك انا غير كنت استعملوه باش نرضي الخاطر وصف اذا كنتم انا قدرت شي حاجة تحمي الشعر اخيرا غادي نقول لكم الحاجة اللي انا استفت منها بزه 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 رغم انا تمدي العنغال شوية ولكن فاتني واحد شكل ما بتخيلوش اللي هو سيشوار دايسون بغيتوا تشريو الشي سيشوار اللي كالي تزوينا وكان مثلا نوع جيل شعر بحل شعر طب خودو انا مغادش تندمو عليه نهائيا لانه هو ثمن ديالو فيه هذا ماشي اشهار لان اصلا دايسون فين عارفين اني انا وش كينا ولا مكيناش ولكن ثمن ديالو فيه مثلا انا ضربت الحسباء ولكالكالكول فراسي وبتهانيت في الانستغرام مجر بانستوري قلت لبنات انا كنت كندير تقريبا دو فرق سمين استشوار في السالون استشوار في السالون ماشي رخيص خصوصا انا في الخليج راح كنخسر واحد 250 ديغام ولا واحد 300 ديغام على مصاوبة واحدة وماشي شي مصاوبة اللي كتعجبني تخيلوا حسب وعدك 250 كل سيمانة شحال غادي تجيني فانا قلت باش نهني راسي وماشي شي مصاوبة نصوي بغيف الدار اختيتوا تقريبا السعر ديالو ديرشي 500 ديغام ولكن زوين انا اختيت هذا اللي اللي اختيت لكم في الانستغرام اللي كبير اللي فيها اللي كي نشف شعار وفيها اللي كي يدير الفوليوم وفيها اللي كي يدير شعار كورلي اللي عب ديالو الوحيد هو ان مثلا اللي كي يديرتوا كورلي ما كي بقشد لكم انا بعد باقص ونعم كي بقشد ليا فمني كديرو كي يبقى معاكم واني شي شوية وصبي شعركم كي تطلق لان شنو اللي كي يخلي ذاك اللي كي بقشد هي الحرارة منك تكون حرارة قوية على الشعر شعارتي يشد في بلاستوتي واني كورلي على طريقة اللي بدأتوا بيانتوا مسي شوعة هذا الحرارة ديالو مفيدة وما كدرش مفيدة ولكن ما كدرش لكم شعركم ديالو كوميكا تستعملوه ما كدرش انكم كل شوية تقطعوا شعركم كيفما كنت لكم قويلة مبقيتش نقطع لي بوانت حيث مبقيتش نستعمل سيشوار وستريتنر اللي كانوا يحركوا لي شعري هذا وليل الحمد تهميت ماديا ومعنويا وشعريا مبقيتش نقطع شعري وشعري ما تضررش لي من نهائيا بالعكس كان صوب وانا غاية مرة خفيفة بحلي ولكن غالبا كان تشفغي شعري لكن زربانة كان تضرر لي شوية وكان مبنيتش وكان مبنيتش وكان مبنيتش وكان مبنيتش ممكن شعرها شوية زربانة وقاصحة وكان مبنيتش لانا كيف تنزل وكيف تسرخصها ودرجة الحرارة تكون عالية وكان مبنيتش وكان مبنيتش وكان مبنيتش وكان مبنيتش وكان مبنيتش لانا كيف تسرخصها فيها سوف تكون نسالين الفيديو لكي تصويت شعري اشتركوا تكونوا استفتوا شوية من هذا الفيديو لا تنسوا تخليوا لي وقوموا بإمكانكم وقاموا بإمكانكم فائدة لكي تنزلوا لا تنسوا تدخلوا على الانستغرام ونشاهدوا الطريقة ومنها تعرفوا لي في الانستغرام ونشاهدوا الأشياء اللي كنتدرها يوميا حتش انا كنتواجدين على الانستغرام قريبا 24 ساعة وانتلقوا فيديو جديد ان شاء الله باي